بس مش فاهم يا جعفر انت مودين على فيه انت مبارع عملتلي مفاجأة وجبتلي عيشة انا النهاردة برضو عمل لك مفاجأة ايه جعيبلي سلسل؟ لا جعيبلك شو هيركن هنا هنا؟ ايوه ايه رايك في المفاجأة دي بقى؟ بمناسبة لفتاح التصريح اليوم مكانة التصريح اليوم مكانة واسع جدع البشمهان تسعودة واسع البشمهان تسعودة فكان اليوم اعلام قسم تلفزيون ملون يعني احسن واحد يتعامل مع اي حاجة لاه فيش مراح يا اخوانا النظام اهم حاجة النظام اوروبا سبقيتنا بالنظام امريكا خدت العراق بالنظام واحنا هناخد منكم الاجهزة دي بالنظام ان شاء الله البشمهان تسعودة هيوزع لكم ارقام كل واحد يتمع رقمه يجهز جهازه من سكان رقم خمتة وعشرين ايه دا؟ يا بني دي جديدة يا بني دي مش حاجة על فدرة بس انتحور رقم ستة وعشرين ايه التلتزيون ده انت جايبوا الطعام ولا ايه استنوا خد الراح عليها عشان بيسنن يا حبيبي جدنا امسك سعيد الحظ لقم سبعة وعشرين ايه ده عمضين الصلاح الجهاز ده هو انت جايبوا عطوب الأحمر و احنا هنشطفوا لك ولا ايه هتصلاحوا ولا اوتي التوكيل يا راجل ده انت شخصيا محتاج تروح التوكيل امسك ايه ناخده اخده هنعمله حد سمك اقول ان ربي في دود قاد لوّاسع اللي كبير تسلحوا النوع ده في رأيك بقى في دماغقك انا لما تعتى اهولى على الدنيا والله يا ابني برافو عليك مية مية ايجي منك يوات هو ده حودة اللي انا اعرفه убصي يا معلم الزعشرة دول على ده يبقى معانه غلى مية مية لقد احناه الزعشرة دول مايقت بقى ده يبقى معانه غلى مية مية متصرف انت بقى شاك بقى شوية يالا وانتي اختارتي ميني حودة طبعا واش معنى حودة يا ماما القلب وماهي قلبي وزفت ايه الدرابة تعجز على المحل طب خد دول ادفعهم بكرة وهاتلي الواصل الثلاثين منين دول لاي هتردهم ولا ماني وانا اللي استرفتهم طب الدارة لايه الفلوس اللي كانت هنا عملية متزبطة ومية مية بس محتاجة طعم والطعم هي الفلوس اللي كانت هنا تشيلتها مترد؟ انا اللي اخدت الفلوس يعني اتزنقت في موضوع كده واخدتها مفيش مشكلة بس ايه يعني الموضوع اللي انت اتزنقت فيه فجأة يعني موضوع كده يا انت هتخب علي ايه يا حودة مالك المحل بتاع ايا الدرايب هتحجز عليها اه ايا خلاص يا جعفر هتصرف واجيب لك غيرهم حتى لو اتصرفت مش هترجع حوضة اللي انا عرفها بقولك ايه ما تكبرش الموضوع ما كانوش عشر تلاف جنيه دول لو كان على الفلوس فكنتش دفعت تلاتين الف جنيه في مستشفى استثماري عشان انقذك من الموت انت هتعايرني ولا ايه وبعد اما التلاتين الف جنيه دول انا اللي جيبهم بدماغي دماغي 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 وما فيش حد عنده دماغ الا انت ما انا كمان عند دماغي وهي كرة البنجي دي بتسميها دماغ ولا ايه نعم كده خلصت يا معلم دماغي بقى شغالها لوحدك انا حتوب يا جعفر كل ده عشان خطر ايا عشان خطر روح يا اخي انت مش فلقتين انتوب نتوب قدين حتوب هو بمزاجك اه بمزاجي يا ريتو كان بمزاجك لكن الموضوع كله بمزاج الهانم اللي خلاتك كايب ومش عارف راسك من رجلين جعفر كلمة اخرى وحنسة كل اللي بنا وانت خلاص نسيته والقلمة التلفزيون ده انا هبيعه وما تسألنيش تامنه هدي فيه الوضر هاия انا هرا الوضر الناس المترجم للقناة المترجم للقناة اخصى عليك يا جعفر انتالي بتقولي الكلام علشان في حاجات مش هينفع تفهميها ولا حتى عتحسيها حودة يا ايه بالنسبالي مش مكررة صاحب خلاص لا ده عمر عمرنا متخصمنا اكتر من دقيقة علشان كده مانفعش حد ييجي ويحرمنا من بعض ايوة بس انا حبيت حودة بجد وع الحب ده مش يستمر ليه فهم مقدرش صباح الخير طلبت صباح الخير يا حبيبي هو في ايه مفيش حاجة ايه هنا ايوة و جعفر معها جو جعفر مقدرش 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 يعني ايه بتقدرش جعفر يا تقولي الحقيقة ايه ما هفهم انا غيرا منه ما تقوليش كده اللي احباها حودة تبقى زي اختي بالزبط ومتحرم علي طب ما تقولي يا جعفر في ايه ما سألتش نفسك احنا بنشتغل ايه تقولي بتبيع وتشتره بنبيع ايه ونشتره ايه ما توضح يا جعفر احنا بنبيع الهواء اعنا مناش شغلانا هيا زي ما انا خايف على حوض انا خايف عليك انتو متنفعوش لبعض من الاخر احنا نصبيل